ايه كنا سلفت رجلي ونكرني في يوم بساعة انا ندمته بطيته بالمثالي ومثالت ايه ايه اختي الراجل جاءت المليون حيث امه مريضة وخصت العملية على القلب ورأي بفلوسه وبرزقها ولكن سكرامه فضلت تموت على انها تخسرهم على صحتها هنا تفرض لأولاده كاملين حيث كلهم بفلوسهم وبرزقهم ايه ايه هنا راجلي كان يدخلوا احد المشروع بفلوسه كاملين قال لي يا سلفيني انت فرض مع اخوتي ونهر نبيع الارض نعطي فلوس كنتي اللولى ركي عارفة المشروع على الاقل خصوة واحد العام عادي بدي دخل الاربح انا قلت مكين بس قررت عيني هادك ايه ودز العام والسيد بدك يدخل في الفلوس ودهر بالطم لدرجة انه مش شرفير موصحابه ومخبع لي بيع الارض وناكر كيقول لي ما زل ما جربت شيء ثامان ديما كنقول لي رضليه فلوسي عيد معه كيقول لي ما عنديش ما زل ما بليغة ايه وغير بالصدفة البنكة مصيفة عليها الارض ايه وقلبتها ونقيت السيد غير مؤخرا في شهرة سعود فارسة خمسين مليون في الارض وكادب عليها ايه وخليتوا احتقار بيجي او رضيت الارض للصندوق اللي على بردية الباب لكي لا يعرفني ما انا شفتها ونشوفوا ايه وما سيقول ليه شيء ثقم قلبت الصندوق ملقيتهاش مجبتش لي أحسها حتى اللاعشية كان خويه حاشاكم لذيكا كبيرة وانا نلقاها مقطعة ريفة صغيرة ورين لكي لا نشوفهاش صفي هنا تأكدت وفقدت الأعمال أنه ما غيرت دهاش ليا هي راس مالي من خدمتي قبل ما نخرج منه حيث الشركة دارت فايت يا وجه في الليل تخصمت معاه بشيرت ليه فلوسي ومبعاش يا واسبني وضربني خلي فيه غير اللي ينسى هز حوي جو قلي غادي يمشي لدارنا حتي يتحكو لك زنافركم زيان وتولي الطلبة فيه نرجع بقيت مصدومة أنا ما عندي والدي اللي غمشي عندهم ما عندي عائلة حتي الفلوس باش نكري على ما لقى خدمة دهوم لي دهس يومين مجمسول نطسط شوقت مسحتي دموعي خصوصا عندي ابنية عند عامين وهي محتاجة ليا بش مقا قوية بقيت كنفكر شغندير شغندير عائلة قلت لي واش مغترجعش قل لي أنا مصفر مع أصحابي واحد ليومين وحتى اللي رجعت ما غديش نرجع عندك للدار حتى التحكم زيان وتولي الزوج فيها وغادي نجيب لالاك نسكنات ما بشتعرفة بقيمتي قلت لي وخا انا اصلا عائلة بالعاني حتى نعرف كيف سيأتي او لا حتى ندرك الخطة بخاطره وجدت فرصة زوينة مني مكينش كان عندي واحد الخاتم دي للدهب باعته باش يعاون نفذك الشيء اللي سيبدا فيه كريت واحد لهنده كبيرة هزيت فيها فرش الدار كامل وبيعته جوز صالونات كبار بيت نعز دينا والكوزينة تلاجة مكينت الصابون مكينت الماء عنه بطبيعة الحال لديك الفرش كامل مشاريع منه تحذع خليت غير بيت نعزي البنتي وشي مانط وشي مويعنات والعجانة والفرنج وشي زربي صغار ليس من ذلك الشيء اللي سيحتاج والباقي بيعته كامل في المجموع جاب لي 50 الف دلم ولكن رأى كل شيء بقي جديد غير الصالونات كان نفرجهم 31 الف دلم ولكن انا زربت لهم بيتك الثامن حتى ما كانش عندي الوقت شديت كل الفلوس وخبيتهم وهزيت لي واحد الشيء خاوي كم سنة فيه لمشي قد خلق أحد دوائره دفعه من معنا وفراشي رضيتك تشعل دخلت للمساني والدخلت في كراشي ونقلب على خدمي ونتم تصوره ومن كريم وحكرة تجد فيها كي يسربي فيديك ندعيك من الملحانة تسجلك من الدلائل ضدك رجعي يا فراشي نديره وطلقتي فاقي ورد لك فلوسك كي ضحك على الوقت قلت لي انا فراشي بفلوسي ومن حقي خفشي يكون كي يسجل فيها وطلق شغلك هاذاك بغتي تطلق طلق ما بغتيش تطلق انا ما عنديش مشكيل المهم انا فقط بنتي انا دعيتك عليها من النهار خرجتي منطار وخليتيني بلا ريال بلا جوج ايوا بداي تعفر وهدد فيها وقالي اشيديك الدار غنجيب لها للك ونفرشها احسن فراش من المده جديد ونفرشها لكاميرا بالحرار ونتي خليك معلقة ما انتي مزوجة ما انتي مطلقة دا الشهر عطت لي اخته قلت لي بغيت نطلقه معك باش نهضره واش نجي عندك قلت لي بلا ما اتجي انا نجي عندك وطلقيت معه في واحد الكافي بطبيعة الحل ما اديتش معي بنتي ايوا بدا تالية رجعي اخويا الفلوس ورجعي الفراش ورجعي لدارك اخويا بغي كنتي والبنس بغي يكمل معكم حياته هات الشرقع كنتي اخو فيه وفلوسك غادي يتاخديهم خليونا من هاتش يتافه ورجعي وبدو صفحة جديدة قلت لها فلوسي هم اللولين ورجع لي الفراش وهي انا عارفها هالفعة دايرين هاتش كامل غير بش وصل المبتغة غير يوصلوا لحاجتهم ويقولوا لي باي باي داست سيمانة عوطلقين جبت لي مليون من نص دي الفلوس وقلت لي نص لها خرحت تجيب لي الفراش قلت لها صافي اراستروت عندي في الضرق قد نجيبوك ايوه الغدلي عوضة صنات عليها قلت لي وفي نجدرنا قلت لها تكملوا لي فلوسي انا ما كانت يقف كل انت لهوا ايوه ابركوا عليها بسببان كاملين خلوا فيها غير اللي انسيت كملت حياتي بقيت خدامة وبنتي كتقرأ ما خلوا في نقلبوا عليها ملقونيش انا اصلا كنت كايدب عليهم قلت لهم ساكنة مع واحد السيدة من العائلة في مدينة اخرى لدرجة مشوتل من راكش عندك الناس لم يقونيش خمس شهر هم يقلبوا عليها وجارتي كتعطاني في خباره وخدتها كنت كاذب عليها وقلت لها وخدمت تمها بشنيت الى وصلت ليهم الخبار نهار وصل الصهدال الشيك اللي قدت لي عاد ويرطعب ولا كي عاية الدرويش وولد الناس ولا بحلش يمشيش شرطت عليه يطلقني ويعطني حقوقي أنا وبنتي ويكتب لي الطمبل في سميتي ويخلص طريبا في ذلك الشيك هو خاف نعمر لي الشيك بمئة مليون ولكي يقولي يا شوفي دري معي عكل متر رجال لا تدريش ليه بحلية الدرسية في الفرس ايهو يا أخوتي ضلمني ضلمني أنا عاونته وبغيت نعتقل أمه وهو كبر فيه ججريان ساعة نخرجه من عين البرا